أكثر من 800 طن من السلاع المحجوزة حصلت آلاف التدخلات لمصالح الرقابة التجارية في إطار محاربة المضاربة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري حيث تم تسجيل عشرات الجناح والمتابعات القضائية قمعا للغش بالسوق الوطنية تشديد الإجراءات الرقابية لم يقتصر على محاربة المضاربة بل تضمن مكافحة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية وكذا البيع على الأرصف نهك عن المذابح والدواجن غير الشرعية البيانات كشفت أيضا عن تراجع عدد الحمولات بعد رفض المنتجات غير المطابقة للمعايير والتي بلغت قيمتها أكثر من عشرة ملايير دينار جزائرية عقب مراقبة أزياد من ألفين حمولة على مستوى الحدود لتأطير التجارة الخارجية تجسيد استراتيجية الرقابة الاقتصادية بقمع الغش والمضاربة في السوق الوطنية وترشيد الواردات عبر رقابة حدودية من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية لتحقيق أهداف تصلح واقع الجزائريين ترجمة نانسي قنقر